السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعنا كرام في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم طريقة إخفاء الملفات الشخصية في الويندوز 11 مثلا عندنا هذا الملف نريد أن نقوم بإخفائه كل ما عليك هو الضغط على الملف بزر الفأر الأيمن ثم قم بالضغط على شو مور أوبسيون بعد ذلك قم بالضغط هنا على برو بريتي ثم قم بوضع علامة صح هنا كما تلاحظون hidden يعني إخفاء بهذا الشكل ثم قم بالضغط هنا على apply بعد ذلك يعطيك خيارين إما الخيار الأول يعني إخفاء الملف فقط أو إخفاء الملف والملفات الموجودة في الملف سوف نقوم باختيار الخيار الثاني بعد ذلك قم بالضغط هنا على ok ثم ok كما تلاحظون تم إخفاء الملف وطريقة إظهار الملف فقط قم بالضغط هنا على مدير الملفات بعد ذلك قم بالضغط هنا في الأعلى على view ثم قم بالضغط هنا على show ثم تختار الخيار الأخير قم بالضغط عليه بهذا الشكل كما تلاحظون ثم قم بغلق مدير الملفات كما تلاحظون هنا في الأسفل تم إظهار الملف وكذلك يمكنك إخفاءه بنفس الطريقة بالضغط على مدير الملفات ثم تضغط هنا على view بعد ذلك قم بالضغط هنا على show more ثم قم برفع على مدصح من هنا بهذا الشكل كما تلاحظون عندما نقوم بالرجوع إلى سطح المكتب كما تلاحظون تم إخفاء الملف وطريقة إلغاء اختفاء الملف يعني طريقة الإلغاء كل ما عليك والضغط هنا على مدير الملفات بعد ذلك قم بالضغط هنا على view ثم قم بالضغط هنا على show more قم بالضغط هنا بهذا الشكل بعد ذلك كما تلاحظون سوف يظهر الملف ثم تضغط عليه بزر الفرع من بنفس الطريقة الأولى بعد ذلك قم بالضغط هنا على property ثم قم برفع علامة صحنا من heading كما تلاحظون بعد ذلك قم بالضغط هنا على apply ثم تختار الخيار الثاني ثم ok كما تلاحظون تم إلغاء اختفاء الملف كما تلاحظون بهذا الشكل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر